انتلقاً من رغبتها في ممارسة لعبة كرة القدم منذ الصغر تخرجت نهال عماد في كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة وتخصصت في لعبة كرة القدم وامتداداً لمسيرتها الرياضية أسست نهال أكاديمية خاصة للتدريب قبل أن تتولى القيادة الفنية لفريق نادي ديكرنس للسيدات منذ الصغر كان حلمها مختلفاً عن بقية أقرانها إذ عشقت الساحرة المستديرة وأصرت على أن تصبح بارعة في ممارستها لتتخرج نهال من كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة وتتخصص في كرة القدم ثم تؤسس أكاديمية خاصة لتدريب النساء والرجال على تلك اللعبة الشهيرة التي تجذب الجميع لمتابعتها تقول نهاد عماد عن عشقها لكرة القدم إنها كانت تحلم دائماً بتأسيس أكاديمية خاصة بتعليم اللعبة وكان حلمها مسار تخوف وغرابة من معارفها وأقربائها بدأت المشور طبعاً كلاعبة بعدين حصل لي إصابة أو قبل الإصابة أصلاً كنت اتجهت للتدريب بس تدريب بجانب اللعب كنت أول مدربة في الدأهلية وكان ده باب ليا من نادي بن عبيد بعده خرقت أن أنا بقيت مدير فني أكاديمية سيلتك وفروعها بعد كده كان باب لأندية تانية كتير كان أخرها أن أنا مدير فني لسيدات ديكرنس دي كانت أول تجربة ليا مع السيدات كان صابق كله رجال طبعاً التجربة كانت صعبة ومش سهلة خاصة أن أنا بعد الإصابات تجاهت خلاص التدريب ومجال الدراسي كمان هو تدريب كرة القدم أرادت نهال أن تنمي موهبتها في لعبة كرة القدم وإثبات أنه لا فرق بين الرجال والسيدات في التدريب لتؤسس أكاديمية لاقت نجاحاً وإقبالاً من الراغبين في ممارسة اللعبة الشهيرة قبل أن تصبح بعد ذلك مديراً فنياً لنادي ديكرنس للسيدات في الدور الممتازباً صعوبات عديدة واجهتها نهال في البداية منها نظرة اللاعبين واللاعبات عند دخولها أرض الملعب ولكنها تجاوزت كل هذه النظرات بالعمل وإبراز شخصيتها القوية وإثبات أن السيدات يستطعن إدارة الملعب بمهارتهن ولياقتهن البدنية وتوجيه الفرق الموضوع كان صعب اجتماعياً أو صعب في المجتمع اللي احنا فيه وصعب في الحاجات اللي احنا بنواجهها شوية بس الحمد لله لنهاردة نمحق أحاجات كتير وعمل اسم وعمل سفي قوي وعمل فرقة قوية في نادي من أفضل أنديتد أهلية حالياً نحن في الدور الممتاز في مكانها عالية وتعمل المدربة نهال عماد في الوصول إلى قمة الدور الممتاز وأن تصل بمهارات اللاعبات إلى أفضل المستويات وأن يغير المجتمع من نظرته للنساء الممارسات للرياضة